يمكن برضو النادي الأهلي بيبقى زمع عينه في كل مكان عينه برضو على جماهيره يعني يعني النادي الأهلي النهاردة مهتم جدا أن جماهيره تبقى ماليا الأستاذ في مباراة الرجاء وكان فيه بيانة النهاردة من النادي الأهلي ورسالة لكابتن أو للمعالي الوزير بطلب لامتلاء الأستاذ في مباراة الرجاء القادمة بص هو إحنا ليه دايما بنحاول نوفر نوع من أنواع العدالة المتواجدة على أرض الملعب تكافؤ الفرص إحنا بنطالب بعدلة تحكمية العدالة التحكمية بتتحقق من خلال أن يكون فيه تقنية الفيديو تقنية الفيديو بالتأكيد مش هتنهي أو هتقضي على الأخطاء التحكمية ولكن على الأقل الأخطاء التحكمية الجاسيمة هيكون فيه وقفة فده الجزء الأول اتحقق الجزء الثاني أكيد أكيد كلنا متابعين الدوري في المغرب عامل إزاي والأندال مغربية سواء الرجاء أو الوداد الحضور الجماهيري بيكون عامل إزاي وبالتأكيد عارفين أنه يكون فيه حوالي خمسين ألف مناصر أو مشجع لفريق الرجاء في مبارات العودة فعلى الأقل بنطالب من وزير الشباب والرياضة نوع من أنواع تكافؤ الفرص وطلب النادي الأهلي النهاردة من وزير الشباب والرياضة بيشوفوا حق مشروع وأتمنى أن يكون فيه موافقة والجهات الأمنية قادرة إحنا في مصر يا جماعة قادرين على تأمين هذا العدد ويمكن أكثر وعندنا تجربة منتخب مصر والسنغالة كابتن هيسم 64 ألف مشجع ما يسمعناش عن أي حالة ممكن تكون فيها أي شغب أو نوع من أنواع الإضرار بالأمن العام فنتمنى من وزير الشباب والرياضة أنه يكون داعم لممثل مصر في دوري أبطال أفريقيا الوحيد حاليا النادي الأهلي هو الممثل الوحيد للقرى مصرية في بطول الدور الأبطال خلينا نقول البيان أو نذكر البيان مع السادة المشاهدين الأهلي يطلب الساعة الكاملة للإستاذ في مباراة الرجاء أرسلت إرادة النادي الأهلي خطابا اليوم للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقب أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي الدور الأبطال والمحدد لها يوم 16 إبريل الجاري بإذن الله وذلك للتواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة الموافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة للإستاذ في المباراة المشار إليها وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن الرجال الأمنة الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أي عدد من الحضور الجماهيري خاصة بعد التجربة النجاحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرق وشدد النادي الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم وأنه يأمل بأن يحظى الفريق أو فريق النادي الأهلي بالمساندة والدعم خاصة أنه في مهمة وطنية وأن هذه المباراة تحدد وبالنسبة كبيرة الفريق المتاهل للدور قبل النهائي لدور رابطة الأبطال ويمكن هنا نادي الأهلي أكد في بيانه أنه محتاج جماهيره لأنه زما قال زميلي أحمد أنه هنروح هناك في المغرب الاستاذ يبقى ممتلئ عن آخره وحضركم عارفين أن اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي هو جمهوره يعني الحقيقة بيكون دافع كبير جدا لللاعبين والكل من في أرض الملعب يأدوا بأداء كبير ويمكن مباراة مصر والسنغال استند عليها بيان النادي الأهلي أنها ممكن تكون إن شاء الله فتحة خير في وجود أو انطلاء استاذ القاهرة بيئة الجماهير المصرية الغفيرة لسنة المنتخب بدون أي تجاوز أو أي خروج وإن شاء الله النادي الأهلي يتأهل من هذه المباراة يمكن مباراة دي مهمة أنت تروح هناك في المغرب وأنت بنتيجة إيجابية جيدة جماهير النادي الأهلي يا كابتن أيسم يعني نحن طبعا بنشكر الجهات الأمنية أنها في المباراة الدوري بتوافق على عدد للدخول المباراة ولكن نحن عايزين تجربة كرة القدم تعود بشكل في وجود جماهير مش عايزين لعبتنا لما تيجي تلعب مع منتخب مصر في ضغوط وشفنا مباراة السنغال في السنغال إزاي كانت الضغوط الجماهيرية على لعيب منتخب مصر عنصر مؤثر بل مؤثر جدا في صعود السنغال لكأس العالم نتمنى الأجواء دي تكون موجودة وإحنا قادرين على ذلك وبإذن الله يعني الدكتور أشرف صبحي يكون حريص على فكرة مخاطبة الجهات الأمنية والموافقة على الساعة الكاملة لأي استاذ نلعب في القاهرة إن شاء الله تكون جماهيري إن الهالي بتؤاذر إن هذه الهالي كعادتها وتكون دايما رقم واحد